السلام عليكم خوتي واخوتتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلدي كما العادة والعواية خوتي جمنا لكم أخبار هامة والمروك رحيم الفضيحة للأخرى فمثلا بعد فضيحة الخميسات وكلاب والحيوانات هذا الموضوع الغراني نحس بلي ملازم مش نشاركوه في رمضان ولكن متخافوش مش نجبدو الكلام البديء زينا المحالين في المروك خوتي مراهيم انتاش رأوا مشكل تلفزيون التاع ومولا راهي يفضحهم خوتي ماشي احنا احنا اراني واش نشوفه واش راكين في التلفزيون تاع وموجو نورلكم هذا الأمور متخافوش في الجزائر ودخنا عطاكم التفاصيل تاعها يعني ام حاشاكم تمارث هذك الشي مع وديدها اللي في عمروك تطع سناء وبخصوص المروك الإعلام الجزائري ينهال على المروك ويسميهم بلي بيرات وقطاع الطرق والمروك ظنت باللي كرح ترجع زعمه الملكية تعالقونسولية اللي سرقتها من الجزائر راي رح تسلك ولكن الجزائر ما زالت غاضبة من هذك الجست اللي اعتبراته مخالف للقوانين والصحف المروكية تتحدث على الغضب الجزائري حتى بعد إرجاعهم للملكية وأيضا أخوتي كنت حكيتكم بلي الدويري رمع ولي نطيروه يعني حل للي الدويري تعرفوه لي حل للي يعني حركات الجيش المقاومة تع العزة غزة العزة كما عرفين شني العزة أخوتي كونتر الكيون الصوس وأمريكا هي اللي اتصلت بقناة الجزائر وقلت لها نحيهم الطريق راح نديرون جين ذا البنادم وقدروا ينحوه أخوتي للأسف الشديدة ودوقنا نشاركوا معكم التفاصيل في الأخبار أيضا الحرب العالمية الثالثة تقترب يوما بعد يوم يعني كنت نظن بلي الأمور صحي نقصت لحدة تاحا منها اللي يخرج الرئيس يمانوين ماكرون بنفسه وقال بلي لا لا إحنا مارش حبي نديروا حرب مباشرة مع روسيا مارش نقولوا نديروا حرب ولكن الحركات التاعه تحسوا يعني عنده منفيصان في الشخصية يصوتي من وين؟ من يقول لا لا خلاص منها يبعث الجنود تاعه فمثلا بعث ألفين جندي الآن إلى أوكرانيا ومشي وحده يعني عشرين ألف جندي لحرف الناتو كومبلي راه متوجه للأوكرانيا لكن نعم بينهم بلي القوة التحهم ريف العدد التحهم إلى أن روسيا وما تمتلكه أكبر من الناتو ليس من ناحية النووي فقط وذلك نحك لكم كيفاه ننسى اليوم نطول لكم شيء المواضح خاطئ لأنه لا نعيان شوي مهم هذا هي أبرز عنامي الأخبار اليوم وباش تعرفوها كامل أرجوكم تدعمونا بالضغط على زي الإعجاب واشتركونا أخوتي في القناة وفعلوا الجرس هذا الأمور كلها تدعم نصدى والحملات السينية بلما نطول عليكم هيا إلى الأخبار نبدأوا ديراكت بالمشاكل على الحرب العالمية إن شاء الله ما تصراش ولكن يعني الجنود رام غير يروحوا مثلا الآن يعني كبرى المواقع رأي تتحدث بلي فرنسا رأي تستعد لإرسال ألفين جودي إلى أوكرانيا قد تقول لي رح يبعث الجنود بارك كما المرتزقة هذو كما تل في فالسطين لكن روسيا ما هيش فالسطين وروسيا بهذا الخصوص بالتحديدة أهدت ماكرون قلت له شوف لو كانت رسل الجنود التاعك تاع فرنسا يعني ركع رسميا دخلت في حرب ضدي ملا غير عس بلادك تولي مستهدفة من سواريخ النووية وهدت بالنووي لكن يبدو أن ماكرون رح يقول في قلبه والله ما يجرؤ والله ما يجرؤ نبعث الجنود التاعي لكن بوتين مجنون خوتي أنا هذا البندم يبني مجنون حرفيا والله غالى دارها وهو قالها قال هل يتعرض أمن روسيا للخطر فرح نستخدمه النووي يعني حاجة ممتاقية أيضا هنا قال لك الرئيس إيمانويل ماكرون يقول يجب تنفيذ عمليات على الأرض مهما كان الأمر لمواجهة القوات الروسية يعني صاي راه تخلف الموضوع راح يحاربهم لكن ليست فرنسا وحدها خوتي عندك تسعة دول بالإضافة إلى يعني فرنسا وثمانية دول واحدة أخرين يقولوا تسعة أرسلوا لربعولين رابد قال لك ديجا وصول سمراني روتار وصول عشرين ألف جندي وثلت ألف وخمسمائة مركبة قيتالية تسعة دول تابعة للناتو إلى حدود الدول مع أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا يعني صاي الآن هذا الجنود والعتداتهم رنديجا وصلوا قد تقولوا لي بصحة كابك روسيا غير مع أوكرانيا ما فريتش كيف حدير مع الناتو كومبلي هذا الأمر ليس بهذا السهولة خوتي لأن روسيا في آخر لحظة خرجت الصين وأعلنت دعمها بكل ما تمتلك وقالت أي هجوم أو تهديد على روسيا فهو هجوم على الصين مش غير الصين لخرجت خوتي حتى المجنون تعرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون وخرج وعطى للروسيا يعني ذخائر كبيرة وأعلن أنه رح يدعم روسيا في حالة دخول دول الناتو في حرب ضد روسيا وكما راكم تشوفوا يعني هنا صاي بدأ موصول الجنود تعالناتو وثلت ثلت ثلت وخمسمائة مركبة يعني صاي يعلنوها الحرب شاء الله على روسيا وروسيا هدتهم بالنووي أما لا إذا صح دمارة ويعني صاي رانا في القرب خاتي رانا أفرت عسمانا هكاك وتبين الأمر وراي رايحة وكين بزيف ناس رمحبين ترحبتنو تقولك إيه ما عليش يكلوا بعضهم بصاح نثنت تكلوا علي باكم إذا نهضت حرب عالمية نووية بقادا تقولي بصاح أنت هشحال صامات ومن الدخول لي هذي شينتم حرب نووية آآآح موتوا ولك أخاتي الأخبار هي تقول هكا والمنطق رايقول هكا كيما راكم يشوفوا بعينكم قدامنا حااليك شرحت هذه الفيديو 20 ألف من الجنود و 3500 مدرعة آلية من تسعة دول من الناتو يصلون إلى الحدود الأوكرانية ماذا نريد أخوتي؟ قبل هذا، أريد أن أشارك معكم هذا الموضوع كنت أتحدث أن أخوتي بالدويري مرعب كيان الصوص لماذا؟ لأنه يقوم بالتحليلات التي تلاقي مشاهدات بالملايين في اليوتيوب لدرجة أحد الخطرة أريد أن أشارك معكم واحدة تحليل الدويري يعني يوصف فيه كيف قوات حماس تستخدم تاكتيكات عالمية لأن رام يتعلمها جنود العالم حرفيا والله خوتي في المناورات رام يطبقوا شدارة حماس في 7 أكتوبر وشدارة أيضا حماس هذه الأيام في دفاعها ضد كيان الصوص المهم خوتي، الفيديو واحد خطرة شهيت نشارك معكم فيديو تاعه وإشكانيها ضروا ونعلقها حتى الجزيرة ضربتني بكوبيرايت يعني إنذير ثلاثة كيمة وتسكر الشيان في الحقيقة شغل الجزيرة عندهم الحق، هذه الحاجة تتاحهم ومن لزنشنتو شيها لهم ولكن معلش، أديت إنذير وذكرها راح بصح الآن يعني الدويري زعاف أمريكا وزعاف كيان الصوص لدرجة والله خوتي شاركت معكم في الفيديو السابقة وزير الخارجي الأمريكي بنفسه أنتوني بلينكين عايط للقطر وقلها شوفي يسرحي لهذاك الدويري راه مقلقني وراه يهضر هاضرة راه يتحفز بزيف حماس الجنود التاحة وكيما على بيكم أمريكان وكيان الصوص يعتبروا حماس إرهاب بعدها بأيام خوتي الدويري الضطر يعني يخرجوه من القناة الجزيرة يعني ظهره هو على الشاشة البارح وكان بلي سبب غيابي هو على الصحي يعني راه مريض ولا ما يقدرش يعني يروح للسوشيال ميديا ويتفاعل مع المتابعين تاعه ولكن تسجيل صوتي للدويري يتم تدوله الآن على نطاق واسع عثرت جدلا لتضامنه تصريحات اعتبرها الكثير أنها السبب الحقيقي لغيابه فماذا قال الدويري شوفوش قال كانت التحذيرات تصل من وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين كما قلتكم لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آلف ثاني وطالبه بإسكاتي يعني إسكات الدويري ووضعي حد لي يعني الآن رأني مستهدف من كبار وزراء أمريكا وصحاتي الدويري هذا صحيح لدرجة أنه يعني حتى الاحتجاجات اللي كانت تدافع عن فلسطين كانت تقول حل لي يا الدويري حل لي يا الدويري يعني أصبح شخصية تموت عليها المقاومة الدويري الآن قلهم ببلية ودلالة في الحقيقة التسجيل الصوتي هذك اللي سمعتوه خاطئة وما وش صحيح ومش عارف لكن الآن الناس عرفت الحقيقة والدويري محبش يورط ويبهد القناة الجزيرة يعني الرجلة السيد الماكسيمون انتو مشراكوا أخوتي في هذا الموضوع يلا هروحوا للمروك آه ويني شوفو ذي خبر كدير حاتي قالك فضيحة زين المحارم تهز المغاربة أم تمارس مع طفلها اللي عنده 13 سنة وصورت الفيديو هذي شكون نشرها خاطئة مشرتها قناة شوف تيفي غير القناة هي قناة مروكية قالك في المروك الأب حشكم يعملها مع بناته ويقول لها هذو من برور الوالدين آه لاطيف الكلام هذا خاطئة يعني حاب نصوطي الخبر لاخر على باكم لكن للأسف الشديد هذا الأمر منتشر شوية في المروك لأنه منتشر في المجتمع بسبب الأمية والجهل يعني هذه هي الأمور اللي تلعب دور كبير في هذا العثيس والفقر طبعا بصحة خاطئة تمكن تشوفوا مواضع كما هذا وتشوفوا بلا القنوات التاحهم هي اللي رام ينشروا مثل هذا المواضيع وما عندهم لا سوطة ضبط سمعي بصري تمنع هذا الأمور مواله يعني وكأنهم يخدموا مع تزير هذه القنوات خاطئة يرام يعطونا الوقود باش نتضحكوا عليهم كثرة انتم واش راكم في هذا الموضوع خبروا عليكم في تعليقات لأنه لو كذا ما كيش خبر خرج كما هكا من تزير القاناتي سموها تساكرت إلى اللقاء هي حتى مصر أمور كما هكا في تزير زراحته بخصوص المروكة يعني ظلت المروك أنها بإرجاعها للملكية تتاع الأمور اللي سرقتها من الجزائري مثل بناية القنصولية سلكة ساي لكن لا الصحف الجزائرية تفتح النار على المروك وتلقبها بوحد الألقاب مثلا هذه صحيفة الأياب شوفوا شلقبة المروكة هنا مملكة قطاعة الطرق قطاعة الطرق خوتي هذا وصف وعر قال لك نظام المخزن تحت وطأة غريزة السطو يعني غريزة على السطو يظلوا يسرقوا الصحراء الغربية مملكة الريف هاي شون سرقوا هاي 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 وحتى صحف التاحم يعني يتحتعوا لهذا الموضوع وتقدروا تديروا بوز وتقرأوا هذا الخبر جريدة هيسبرس هنا يتقول باللي يبدو أن مرسوم القرار ورحمة تكون في الخبر ليقول في تاريخ 13 مارس الذي يخصه نزع ملكية العقارات اللازمة ضمنها ثلاث ملكيات جمهورية الجزائر بالريباط بدافع المنفع العامة أغضب الجزائر وحكام قصر المورادية بالجارة الشرقية يعني هاي محترفوا بلا الخبر هذا خرج من عندهم لأنه هاي المرسوم الذي نشرته الحكومة المغربية ثم المروكة نازلت على هذا الأمر وقالت أنا عمري مديت الملكيات على ذوك البنايات لكن كما قلنا لكم الجزائر ما زالت تستنتظر الرد لأنه القرار هذا اللي درته مروكة يعني الجزائر اعتبرته من قدرش نغمض العين عليه لأنها رايت تستي في المياه كيف هاي زعمة وش تقدر تدير مع الجزائر حما فانا نشوفوا شيء يقول عليهم هذا المحلسي في قناة جزائرية بعد آخر أنه يتصهي واكثر ويخرج من عقال الحكمة يوما بعد آخر ويسير إلى نهايته لحظة بعد أخرى نظام المخزن أو النظام الذي باع نفسه إلى الشيطان يستقوى اليوم بعدو الأمة وعدو الشعب المغرمي ودكتو فدكي يقول الكلام قاسع أخبتي كما قلنا لكم أحيانا لازم نديروا بوصفة الفيديو لأن الفيديو موش ملكي لكن كنت شاركت معكم واحد الأوبزيرفاسيو مهمة للغاية نظام المخزن تحسوني بشي بلاقة وانا يفهموا أخرا يعني ماليزيا أظن ايه ماليزيا نورمان مو كانت غاضبة من المروك لأنها كشفت وثائق سرية كانت طوالما تكون بين البلدين وماليزيا يعني لقبت المروك بوحدة الألقاب بتاعك شغل الحكومة غير مسؤولة مزيدوش انثيقو فيك مجددا وكثير من الدول تتعاملها مع المروك ومؤخرك شغل تحسها ماهيش دولة تحس بنادم هكها برا وخلاص قاعد يجري وتير في الكوارط ويدل في القرارات هكذا وخلاص أسمعوه زادقال علينا ذو الشخص ما نكملوش الفيديو ولكن أسمعوه زادقال الكلام مهم الذي يستمد إليهم أمير المؤمنين وضعوا سطرا وآخر تحت اسم أمير المؤمنين شغل اسم على غير مسمى ذي أمير المؤمنين هذي وأي إمارة بقيت أو مملكة بقت بعد أن تسلم زمام الحكم فيها جهاز المصاد ويعلى هذي يعني المصاد هو اللي الحكم في المروك الآن والمصاد هو المخابرات تا إسرائيل الذي ترك أدراسه وأسنانه في غزة بعد عملية السابع أكتوبر البطولية ورغم ذلك ما يزال وهذه الكلمة واعرة واعرة خاتف لأن العالم الآن رغم كلوب على هذي السابع من الأكتوبر يعتبروها يعني شغل كما الأنس سبتمبر هكما عارفين شمعتها أحد السبتمبر هذي كتاب الأبراج يعتبرها نفس الحادث تقريبا ولكن هنا ولكن هنا نسمع القناوات الجزائرية تقول العملية هذه كتاب المقاومة الفلنسطينية عملية بطولية أسمع أسنانه في غزة بعد عملية السابع أكتوبر البطولية يعني جزائر مشاغر تدعم حماس تدعم حتى العملية سبعة أكتوبر وكل ما لمّا بها فاتومة أخوتي يشارككم في هذا الموضوع يعني كما قلت لكم مش حالة نطول لكم الفيديو أكثر من هذا لكنني شاركت معاكم كل شيء بشكل مختصر أظن إن شاء الله تكون عجبتكم أخوتي فرانوصلنا لنهاية الفيديو نتمنى تضغطونا على إزال الإعجاب ودخلونا أراكم في التعليقات شكرا أخوتي على المشاهدة وإلى اللقاء